أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعد في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فنحن نسبح بحمدك ونخدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضوا على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم قال يا آدم أنبئهم أنبئهم بأسماء فلما أنبئهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وغدا خيث شيتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم في بعض حذو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتي لكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم وما هم يحذنون والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيا يفرغون فآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتورك عوما أكي عيد أتأمرون الناس في البذر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون وتعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون وإلا على الخاشعين وإلا على الخاشعين أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم جنصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبلاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتقلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ولم تر أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الأمن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون طيب قل ندخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نوفر لكم خطاياكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل فالذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا فقد علم كل أناس نشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءه بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بطوة واركروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم ورحمته لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين عتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي